بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل هناك عالم اسمه عالم البرزخ ماذا يحدث في هذا العالم وما هو تعريف البرزخ وكيف وردت هذه الكلمة في القرآن العظيم وهل مصطلح عالم البرزخ مصطلح قرآن مثلا أم هو مصطلح يعني تعارف عليه الناس أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم عندما تأتي ملائكة العذاب لأولئك الكافر الذي غفل عن ذكر الله شغلته الدنيا جرفته الدنيا بزينتها ولعبها ولهوها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ماذا قال هذا الإنسان لأن الموت يأتي فجأة أيها الأحبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولكن يأتيه الجواب طبعا كلمة قاسية والله أيها الأحبة خصوصا في الدنيا عندما تقال لك هذه الكلمة تستطيع أن تعيد المحاولة إذا فشلت في عمل هناك فرص أخرى إذا فشلت في مثلا أمر معين هناك محاولات أخرى قد تنجح ولكن أنت الآن ستدخل في عالم جديد بعد الموت ستموت ليس هناك أي مجال للمحاولة أو للرجوع قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت أول شيء يطلبه هذا الإنسان الغافل عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادة الله وعن الصلاة وعن ذكر الله أول شيء يطلبه أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا هذا دليل على أنه رأى عذاب الله وإلى لماذا يطلب الرجوع المؤمن نفسه تشتاق للقاء الله تبارك وتعالى بينما هذا المشكك هذا الملحد هذا الغافل تجده يطلب أن يرجع إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا يأتيه جواب قاسي جدا ينبغي أيها الأحبة على كل واحد منا أن يتخيل يجلس ويتخيل هذه اللحظة يتخيل أنه غفل عن ذكر الله وأن هذا الموقف ربما يتعرض له وسيقال له كلا لذلك أسرع لعمل الخير أعمل أي شيء خير و يعني دع هذا الخير كرصيد لك رصيد لك يوم لقاء الله يوم الموت لكي تتجنب هذا الموقف الصعب كلا إنها كلمة هو قائلها عز وجل الله تعهد أنك إذا مت لا عودة بعد الموت ومن ورائهم ماذا برزخ إلى يوم يبعثون لم يقل سيدخلون في عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالبرزخ هو منطقة زمنية فاصلة بين الحياة الدنيا وحياة ما وراء البرزخ طيب كيف نستطيع أن نستدل على هذا المعنى أيها الأحبة في القرآن الكريم كلمة برزخ ذكرت ثلاث مرات كلمة برزخ ذكرت في القرآن ثلاث مرات أول مرة في الآية التي تلونها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الآية الثانية وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وحجرا محجورا نحن نعلم أن البحر المالح عندما يتذوب فيه الجبال الجليدية كما يحدث في غرب كندا في ألاسكا في مناطق كثيرة من العالم يتشكل لدينا مكان المياه فيه شبه عذبة وعندما صبات الأنهار يكون الماء عذبا فيخترق الماء المالح وتتشكل هنا منطقة وحاجز وجدار وهم ماء يدرس فيما يسمى بميكانيك السوائل هذه المنطقة الرقيقة اسمها البرزخ هي تفصل بين شيئين متناقضين يعني الأسماك التي تعيش في الماء العذب في النهر تختلف عن الأسماك التي تعيش في الماء المالح سبحان الله الكائنات البحرية تختلف عن الكائنات التي تعيش في المياه العذبة درجة الملوحة تختلف الكثافة تختلف حتى درجات الحرارة تختلف كل طعم الماء يختلف نوعية المعادن الموجودة في الماء تختلف بين النهر والبحر إذن كما أن هذا البرزخ يفصل بين شيئين متناقضين العذب والمالح كذلك البرزخ الزمني يفصل بين الحياة وما بعد الموت ما قبل الموت وما بعد الموت الحياة هنا نعيشها الجسد مع الروح مع النفس بينما في عالم ما وراء البرزخ الجسد يبقى في قبل البرزخ يبقى في الدنيا يتحول إلى تراب إلى مكوناته العماصر الأساسية التي خلق منها الإنسان سيعود باستثناء عجب الذنب وهو نقطة صغيرة جدا جدا في الإنسان لا تفنى وهي أشبه بالشريط الوراثي أو الدي اي أو الشفرة الوراثية التي لا تفنى مهما حاولت تبقى هذه الشفرة الوراثية ويعاد بناؤها يوم القيامة موضوع آخر هذا أيها الأحبة المهم الآية الثالثة الله تعالى يقول بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إذن البرزخ هو حاجز بين بحرين أو بين بحر عذب وبحر مالح أو بين منطقة شديدة الملوحة ومنطقة منخفضة الملوحة إذن كذلك البرزخ الذي يفصل بين الحياة والموت هو برزخ رقيق جدا وهو برزخ لا يرى بالعين لأنه ليس برزخ مكاني هو برزخ زماني تنتقل من الزمان الذي نعيش فيه نخضع له إلى منطقة لا تخضع للزمان ولا للمكان منطقة هي ما وراء البرزخ فيها عالم الأرواح عالم الأنفس فيها أسرار كثيرة جدا أيها الأحبة ينبغي علينا أن نتعرف عليها الحقيقة يعني أنا أتحدث شخصيا أنا قبل كل شيء يهمني ماذا ينتظرني في هذا العالم عالم ما وراء البرزخ الأدق أن نقول عالم ما وراء البرزخ لأن عالم البرزخ هو مصطلح أصطلح هكذا يقال ويعني لا بأس من استخدامه ولكن الأدق أن نقول عالم ما وراء البرزخ أيها الأحبة أنا كإنسان أعيش في هذه الدنيا لدي سفر إلى منطقة معينة فتجدني أهتم بالغرفة التي سأنزل فيها نوع الفندق نوعية الطعام نوعية الحياة هناك درجة الحرارة مثلا هناك حالة الطقس يعني تجدني أجلس على الإنتر ليس أنا طبعا كل واحد مننا يريد أن يسافر لزيارة شخص لإقامة في مكان معين لسياحة غير ذلك يجلس يمضي ليالي طويلة وهو يتعرف على هذا المكان الجديد ماذا سأزور فيه ماذا سأشتري وأحضر معي ماذا كذا ماذا كذا تجد ينفق وقتا طويلا هذا إذا كنت ذاهب إلى مكان ترفيه طيب أنت ذاهب إلى مكان لا عودة منه ولا رجعة فيه ستقول يعني رب رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت سيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون طيب هذا البرزخ ألا أتعرف على الحياة هناك ماذا سأفعل الرصيد أيها الأحبة انتبهوا رجاء رصيدك في ذلك العالم هو الأعمال الصالحة والصبر وحسن الخلق صبرك على أولادك على والديك على زوجتك على جارك على زميلك في العمل صبرك بشكل عام هذا أكبر رصيد على فكرة الرصيد الكبير أيضا حسن الخلق عندما يسيء إليك أحد فتصبر عندما يخاطبك أحد بعبارات سيئة فتعمل بقول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني يأتي شخص ليأكل حقك فيعني تحاول أن تتسامح وتتفاهم معه وتتجنب الغضب والإساءة للآخرين ولو أساء لك هذا أثقل شيء في ميزانك في حياة موراء البرزخ أعمالك الصالحة ذكر الله سبحان الله هذه ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة قراءة القرآن القرآن يأتي مؤنسا لك بعد الموت سواء كنت في قبر أو ربما أحدنا لا يدري كيف يموت وأين ينتهي به الحال وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تموت فأنت معرض أن تكون نهايتك يعني بالطريقة التي كتبها الله لك فجهز أعمالا وسأختم لكي لا أطيل عليكم أحبة بخطة عمل خطة عمل كل يوم وأنا الحقيقة أطبقها منذ زمن اجعل لك رصيدا يعني مثلا شخص أساءلك قل أنا اليوم سأصبر لأجد ثمرة هذا الصبر بعد الموت أصبح لديك رصيد هكذا شخص يحتاج لمساعدة قل سأقدم له المساعدة وأضغط على نفسي دون مقابل فقط ابتغاء وجه الله ليجزين الله أجرا أجد حلاوته بعد الموت إنسان محتاج لا تستسخف وتستسهل أعطه صدقة ولو بسيطة اتقوا النار ولو بشق تمرة كل يوم اعمل حسابك مثلا اقرأ آية من القرآن قل أنا سأقرأ آية من القرآن على أمل أن أجدها في القبر نورا لي تدبر آية من آيات القرآن لتجدها بعد الموت أكثر من الأعمال الصالحة يعني طول الوقت حاول أن تقوم بأعمال صالحة أحسن ظنك بالله أكثر من الاستغفار استغفر الله العظيم وإتوب إليه يعني اعمل برنامج يومي كل يوم ضع رصيدا لك تجده في ذلك العالم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرحمنا يوم الموت وأن يجعل هذا القرآن شفيعا لنا يوم لقائه عز وجل إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر